وفي لقاء مع التلفزيون المصري أشد نواب بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية يؤكد وجود دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع السياحية وفي سياق آخر تطرق النواب إلى منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأعمال الزراعية مشروع القانون كان غاية في الأهمية اليوم لأنه بيخاطب قطاع السياحة بشكل مباشر من خلال تنظيم الغرف السياحية والتحادها وإزاي هي تقدر تساهم في تنمية وتنشيط قطاع السياحة اللي بيعد أحد دعائم الموازنة العامة للدولة في توفير العملة الأجنبية وأعتقد اليوم كان لتنسيقية شباب الحزاب والساسين عدة تعديلات ولقت قبول من المجلس الموقر كان لنا تعديل في المادة الأولى من المواد الإصدار والمادة الرابعة من المواد الموضوعية ويمكن كان فيه مساهمات كتيرة لنواب التنسيقية في إعادة الصياغات وضبط الصياغات التشريعية في ظل تدعيم فخامة الرئيس لقطاع السياحة في الفترة الحالية وتقديمه كل الإعانات والمعونات للمستثمرين في القطاع لأنه قطاع حياوي جدا وهو مصدر كبير من مصادر الدخل القومي فبالتالي فيه كان توجيه شديد جدا أنه لازم ندعم الاستثمار في القطاع فمن أولى قرارات التدعيم تعديل هذا القانون أنه يخرج قانون للغرف السياحية يساعد المستثمر يخليه دايماً مستريح في أنه يستثمر في هذا القطاع عشان نوصل إلى المستهدف 30 مليون سائح النهاردة كان فيه اتفاقيتين منهم واحدة كانت ما بين مصر وإيطاليا بخصوص الري والاتفاقية الثانية بخصوص الزراعة وما بين مصر وولايات المتحدة الأمريكية الاتفاقية اللي هي ما بين مصر وولايات المتحدة الأمريكية دي تعديل المرة السبعة وهي فعلاً بالفعل نفذت قبل كده ووصلت لأهدافها المرجوة التعديل بتاع المرة ذي بيهدف الحقيقة لتأهيل وتدريب صغار المزارعين وهما دول فعلاً الفئة المستهدفة الفترة دي